ويستمر رئيس الحكومة في سياساته المتناقضة يرفض تخفيف الإجراءات الاحترازية ويشيد بوقفة تضامنية مع غزة للأهداف الانتخابية إذن سعدل العتمانية منها على الاحتجاجات ولكن احتجاجات أو تضامنية مع غزة فهي غير ممنوعة ويتضامن معها إذن هناك عدة تناقضات في هذه السياسة المتبعة خصوصا مع السياسات المقدمة من أجل الحد من فيروس كورونا فمثلا عندما نقول بأنه يمنع على السيارات السفر إلا برخصة ولكن السفر في الحافلات والطبسات وغيرها فلا تحتاج إلى رخصة رغم أن الاكتضاد يكون في هذه الحافلات فهذا تناقض أخر فما رأيكم أنتم وما هي التناقضات التي ترونها إذن كما قلنا في تناقض غير مفهوم أو في الوقت الذي ظل فيه يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا خرج رئيس الحكومة سعدل العتماني ليشيد بوقف احتجاجي وسط العاصمة الرباط خرقت الطوارئ الصحية بالبلاد وضرب العتماني حالة الطوارئ الصحية التي تمنع التجمعات بشكل صارم مع أنه هو مواقع قانونها عرض الحائط وأشهد بالوقفة التضامنية مع ساكنة غزة وفي هذا السياق نشر رئيس الحكومة تغريض على حسابه على تويتر جاء فيها في هذه الأثناء وقف صدامنية مع الشاب الفلسطيني واستنكار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في شارع محمد الخامس بالرباط والغريب أن العتماني الذي يؤيد اليوم التجمهور في شارع العام هو نفسه الذي رفض العذول عن تخفيف الإجراءات الاحترازية بالأمس وتسبب في أزمات خاني خليق الطاعات توشك أن تعلن إفلاسها ومواطنين الفقراء ازدادوا فقران بدعوى الحفاظ على صحة المغربة وهناك كذلك قمع لإحتجاجات الأساسدة ولكن الإحتجاجات من أجل فلسطين فهي يتم دعمها والأغرب أن العتماني الذي يشيد اليوم بالوقفة التضامنية مع غزة لتنميع الصورة حزب العدلة والتنمية لأهداف انتخابية هو نفسه الذي وقع على وثيقة التطبيع مع الإسرائيل لا بالأمس على مرأة ومسمع من المغربة الذين تابعوا ذلك على القنوات العمومية إذن هي عدة تناقضات تستمر فيها الحكومة نتمنى من الحكومة أن تقوم بإجراءات تراعي للأشخاص وتراعي للمغاربة خصوصا الفقراء الذين يعانون في الصمت إذن نتمنى أن تكون هناك إجراءات صحية حقيقية وليس شبح السحام كما يقولون بل إجراءات تراعي للفقير وكذلك في نفس الوقت تراعي الصحة العامة للمغاربة إذن ما رأيكم أنتم في هذا الموضوع لا تنسوا تجعلنا بالضغط على زر جيم ومشاركة هذا الموضوع مع جميع أصدقائكم ليكتشفوا التناقضات التي نعاني منها في صمت وهناك عدة أسئلة يطرحها المغاربة لم يجدوا لها جوابا إلى حد الآن